السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واليوم مع الدرس الخامس I ask my students to open the class book to page 42 Listening and speaking Activity 1 Look and speak Work with a partner عمل مع زميل لو كنا داخل الصف Which pictures are about today أي صورة عن الحاضر Which are about the past وأي صورة عن الماضي في كتابك تقريبا نفس الصور لكن مع شكل آخر This is that Work with a partner Which pictures are about today Which are about the past Write each letter أكتب رقم الصورة Into the correct column in the table في العمود المناسب أو الصحيح في هذا القدول The past الصورة المتعلقة بال past ضعها هنا الصورة المتعلقة بالحاضر Today اليوم ضعها في هذا القانب أكتب رقم الصورة أكتب رقم الصورة أما في النسخة المعنى من PDF من الكتاب هذه النسخة القديمة لم تعدل أكتب رقم الصورة أكتب رقم الصورة أكتب رقم الصورة So You have to speak well Okay Let's go to activity 2 Ask and answer Here we have Two questions And two answers What's the most important invention In your life Okay أنت وزميلك تستطيع العمل بهذا الشكل أنت مع أخوك مع ولي الأمر If you ask this question What's the most important invention in your life ما أهم اختراع في حياتك He can mention the invention يذكر الاختراع Really means حقا Why ولماذا ومن هنا نأخذ القاعدة الثابتة عندنا أن Why أداة استفهام معناها لماذا تسأل عن السبب والإجابة تكون Because ثم السبب أو To بعدها فعل في المصدر يعبر عن السبب أو For بعدها فعل في الإنجي يعبر عن السبب أو جملة بدون Because Okay وهذه الكلمة Because You can say it Because Or Because Because I can find a lot of things أستطيع إيجاد بعض الأشياء أكتشف أشياء كثيرة على الإنترنت This is her reason If I ask you this question What's the most important invention in your life ما أهم اختراع في حياتك Give me an answer If you answer say for example TV For example Telephone Really Why Give me a reason وتطبيق عملي على هذا النشاط We will go to The Skills book Page 37 37 Okay So Now This is a Listening task يقول Activity 3 Listen and complete Listen to the interview Interview means لقاء حوار صحفي مقابلة Okay It is interview حوار With Hashim's family مع عائلة هاشم Talking about Most useful مفيد Inventions أهم الاختراعات المفيدة Okay وللوصول لنص الاستماع كما دربتكم من قبل اذهب الى الانترنت Yes Okay This Is عنوان الموقع ICT Okay This Then choose Grade 5 الفصل الدراسي الثاني المادة English ثم الانصاط اللي معنا اليوم L4.6 This one Okay Open it And try to work on it لكن كالعادة I will go to The telephone I will use the telephone Okay Then Go back to the lesson لكن بعد الانصاط معي في الفيديو حتى الصوت ما كان واضح اذهب وافتح هذا الموقع على التلفون أو على الكمبيوتر PC If you use it Okay وبعدين استمع مرة واثنين وثلاثة وحاول الإجابة ما المطلوب منها شوف الأول Activity one Write The most useful inventions under their pictures تحت كل صورة هكتب اسم الاختراع اللي يقولوا Okay ثم Reason هتذكر الأسباب عندك I have six reasons here ستة أسباب في Activity two يقول listen again استمع مرة ثانية Match the reasons صل الأسباب Reason الأسباب سبب Reason To the people Some people might have more than one reason بعض هؤلاء عندهم سببين For example علي and Sarah لكن سالما and هاشم One reason Okay إذا فهمت المهمة الآن لابد من قبل البدء في مهمة الإنصات أفهم جيدا المطلوب Okay we will listen شكرا LISTENING 4.6 موسيقى موسيقى ما تعتقد أنها أفضل مفتاح في المنزل هذا سيئ قدرس ولكن لأني أفضل لا تجلب يجب أن تكون المنزل موسيقى لماذا هناك مجمع مدارك ويجب أن تشاهدوا شيئا ما عنك سارة تتعبوا معي لا أسفل أن أسفل. لا أسفل. لديها هو مني ميزولة. أستخدمها كل الوقت لحاجة ونواتيات من أجل المصديد. ما تعتقد أنت تسلما؟ أحب كل الأطفال الذي يساعدني تسلقوق. مثل المحفل الاشتغل الاشتغل وبركاتهم. لبداً لأنهم يفعلني أساسي مهم أسفل. ما عنكم حشبك؟ ما هو المكتفى المسأل المفادي؟ هذا بسهل، إنه ميزي لا، يجب أن يكون شيئاً في المنزل مرحبا، دعني أرى حسناً، ايضاً، ايضاً لأنه يجب أن نحن جيداً في المنزل في البداية قال وبعد رجع قال إذا نكون في الانتصاد، تركز جيداً بحيث أنك لا تخطئ لأنه ممكن يذكر أكثر من شيء أني سارا قال كمبيوتر أني سالما قال كل الإختراعات التي تجعل الحياة سهلة وحذلك، أنها قال لا تتذكر أكثر من تجعل الحياة تذكر أكثر من تجعل الحياة؟ نعم، موضوع المرح معنا في العيد مثلاً، أنت وضع الشخط في المنزل بحيث وقامت معنا سيترك وضع هو رجع قال A C which is air conditioner I will write A C or هو قال air conditioner استمع مرة ثانية وابدأ في هذه الحالة تأكد إن هذه الإجابة صحيحة ثم اختر الأسباب كل واحد منهم أثناء الحوار قال السبب اللي قعله يختار هذا الاختراع كأهم اختراع خلونا نقرأ الأسباب فقط Do my homework 2. It keeps us cool 3. Always something interesting to watch 4. They make my life easier 5. Some great programs 6. Email my friends عندي كما قلنا علي سببين سارة 2. Salma One reason وكذلك هاشم 7. Ok Yes activity 4 is presentation Yes present 7. What is the most important invention in your life till your class about it and why it is important المطلوب منكم كطلاب إن كل طالب يحاول يعمل عرض عن هذا الشيء بسيط جمال بسيطة كما قال علي فوق قال الاختراع وقال أسباب تليفون وهكذا وعطي بعض الأسباب وعطي بعض الأسباب حسنا اذهب إلى المطلوب هنا اكتبتي 2 عن المشكلة كما قلنا ما هي الأفضل الأفضل في حياتك؟ الانترنت لماذا؟ لأنني أجد بعض الأشياء وهكذا بنفس الطريقة التي فعلنا بها نستطيع فعل هذه الأشياء وتطبيق النشاط كما قلت مع زميلك أخوك وأبوك وهكذا ثم بيج 43 3 listening and speaking اكتيفتي 3 read and speak اقرأ ثم تحدث عندك مجموعة من المعلومات في الاكتيفتي 3 Work with a partner 1 of you chooses invention أحد الزملاء يختار invention وهذه أيضا تستطيع تطبيقها مع أخوك في البال Invention A and the other chooses invention B the light bulb read the information about your invention then tell your partner about it الانوي need you to speak about one invention هذا الفاكت فايل بيرو inventor المخترع لازلو بيرو place of birth هنغاري المقر اللي هي هنغاريا هنغاريا yes date of invention تاريخ الاختراع 1943 interesting fact بيرو can write about 45 thousand words okay here the fact file ملف المعلومات عن light bulb المصبح الكهربي inventor Thomas Edison place of birth the USA date of invention 1887 interesting fact Edison invented over a thousand things اخترع أكثر من ألف شيء okay إذن من هنا حاول تتكلم بقملتين ثلاث أربع خمس قمل وإن استطعت في ملف صوتي وأرسل المعلم على الواتساب أو بأي وسيلة تواصل okay activity 4 عندك هذه الصفحة in your book مختلفة من ناحية الشكل if you look here أيضا مصورة هنا لو لاحظت ترتيب الكلمات بعكس أو ليس بعكس ليس نفس ترتيب الكلمات في هذه الصفحة okay مختلف ترتيب مختلف لكن نفس الكلمات okay ثم الصورتين هذه صورة البنات فيها كلمات I agree I think that okay لكن عندنا في هذا الكتاب الذي سأشرح عليه نفس التعبيرات موجودات لكن الكلمات كلها في صورة الأولاد okay speak speak again it's speaking talk about these inventions تكلم عن هذه الاختراعات with your group decide which invention is the most useful for the wallet تكلم عن هذه الاختراعات نقشوها مع بعض ثم اختار الأكثر إفادة الاختراع الأكثر إفادة للبشرية وأكيد لابد يكون عندك reasons for that أسباب لهذا الاختيار ثم هنسأل بس سؤال هل توافق okay شوف السؤال أول ما رأيك يا علي 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 said for example I think that اسمعني واناقول the internet is the most important invention or here the most useful invention for the wallet do you agree سعيد he said I agree another friend said I'm sorry I am sorry I don't agree okay so الآن هذه الطريقة عندي ما رأيكم نحولها لكتابة الآن في هذا الجزء سأحاول أكتب about for example I will achieve this invention the car will be my best invention I will ask the question what do you think أحمد I think that the most useful for the invention is the car or the car or the car is the most useful invention for the wallet okay then do you agree محمد I agree I am sorry I don't agree if he doesn't agree with you okay خلونا نطبك هذا for example for example I will say what do you think for example I will say what you for example what do you think that he will say okay I think I think the car is the most useful invention for the wallet okay if I have my reason I can see why لكن الآن I will ask another one okay do you agree هل توافق يا محمد طبعا يا في اللغة الإنجليزية لا تترجم فقط عندي الابستروفي لو يوافق يقول if you remember here I agree or yes I agree لم يوافق I'm sorry I don't agree okay واضح الآن وبهذا النشاط نكون أنهينا حصة اليوم شكرا لكم أتمنى لكم التوفيق والنجاح دمتم بخير محبكم أحمد الفرحاتي